الفنان الكبير والملحن العظيم عمار الشريعي عايزك تقولي بدايته الفنية كانت إزاي أستاذ دور يعني طبعا هو من جزور سعادية من عيلة ثرية بالمناسبة يعني عيلة في أنت تعرف كان دايما العائلات الأثرياء تلاقي آلات موسيقية ومنها البيانو كان أحد مفردات الأسرة بس ده كان في الزمن الماضي دولتي طبعا الزمن الحالي أحكاة البيانو دي ما هيش مفردة من المفردات لكن كان هو ده المهم ضرير هو مولود كده يا أستاذ دور هو مولود كده فإنما عنده تحدي زي ما انت قلتي عنده زكاء أكيد فطري وهو طفل خلى أبوه يبقى حريس على أنه يعلمه ومش عارفة إيه وهكذا بعد شوية يدخل مدرسة طبعا حسين ماذا طبعا حسين هي المدرسة اللي بلتخفيها المكوفين وعادة كف البصر مرتبط بجزء منه أنه البيئة كبيئة ثقافية واغصادية بتبقى أقل يعني لأنه فيه ناس كثيرة بتفقد بصرها بسبب أنها من أسرة فقيرة فحصلوا حاجة في عينه رمض أو بتاعه لتحصل الأطفال يحطوا شوية طين الحاجات الغريبة دي تباوز الدوني فمرتبط دايما النوع ده من المدارس أنه الرواد هما الفقراء بنسبة كبيرة طبعا لكن ده ابن الأثرياء ورغم ذلك أنا باعتقد أن المخزون الفكري اللي عند عمار سببه أنه التقى بكل هؤلاء اللي هما بيمثلوا طبقة هو لا ينتمي إليها لكن لها مفرداتها ولازم يعرفها وهو حبهم وعارف مفرداتهم فأصبح فيه حتة ابن البلد برغم أنه هو ابن الطبقة الأرستقراطية يعني أبوه مثلا كان صديق لكمال الطويل مثلا الموسيقى الكبير وكمال سمع وتنبأ له وهو لسه بيعزف كطفل قال لك ده عنده حاجة وتستمرك يبقى فرقة صلاع الرام ودي فرقة كان بيسمون فرقة ذهبية لأنه كان فيه الفرقة الماسية بتاعتهم في الوقت حسن فهو طلع بعدها المهم وبدأ اكورديون كويس يعني بدأ عازف اكورديون كالعادة وبكده تبقى أرج يعني كان ده النظام في ذلك الحين لكن هو موهوب قوي يعزف كتير من الألات يعزف عود عازف عود هايل عنده صفة كمان مهمة انه حكاء خفيف الزل كان عدوه مبتسم خفيف الزل يعني وابنه نكتة وابنه قفشة وعنده فكرة اني هتحدى يعني من ضمن مكونات عماري الشريعي التحدي لكل شيء مش بس بس قالت كف البصر يتحدى انه هو طموح انه شادية يعني يبدأ تغنيله ماها صبري امسكه الخشب يا حبايا بغنوا ده ماها خفيف وصغيرة كده لكن يروح لشادية قوى من الزمان لا لا يعمل دويته حلو فترة ما مع لطيفة ارجوك وعد غير انا حوالي كتير وغيرها خويس يعني متعدد متعدد يعمل برنامج في التلفزيون خد يبالك التعامل مع الكاميرا كمقدم برامج غير التعامل مع المايكروفون في الازاعة اشتركوا في القناة